تفيدنا القاعدة في حل النوازل الآن النوازل الفقهية لا تقاس بالأيام تقاس أحياناً لا سيما في بعض أبواب الفقه بالساعات كل يوم تيجي نازلة كل لحظة تأتي نازلة فقهية تحتاج إلى من يضبط القواعد ويكون عنده دربة في تطبيقها ليس فقط الضبط والحفظ الآن هناك من يشتغل بالقواعد حفظاً وضبطاً وتمثيلاً لكن ما في دربة في تطبيقها فإذا جمع الله له فهم القاعدة والتدريب على تطبيقها عند ذلك سيفتح الله له باباً واسعاً في الإجابة على ما يرد من مسائل ويجد من حوادث لأنه أصل علمه بالقاعدة فارتقى خير مرتقى فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبلاً الذي قد وفق